من هذا الملف في فرنسا نتحول إلى نيويورك التي يصل إليها رئيس عبد الفتاح أسيسي غد الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس سيرأس اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي وأيضا اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ من المتوقع أيضا أن يجري رئيس عبد الفتاح أسيسي عددا من اللقاءات الإعلامية ويلقي في اليوم التالي لوصول يوم الاثنين كلمة مصر أمام الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين والذي سيتناول بطبيعة الحال سبل التوصل لحلول فعالة لأزمة تدفق اللاجئين نتيجة أسرعات القائمة يوم الثلاثاء على جدوى الأعمال الرئيس سيلقي فيه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك لاستعراض أهم القضايا الداخلية والإقليمية والدولية التي تهم مصر والمنطقة ثم يشارك بعد ذلك في قمة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط إذن مشاهدين الكرام بطبيعة الحال هذه المشاركة المصرية على المستوى الرئاسي هي ليست الأولى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وإن كان التوقيت أيضا شديد الأهمية على هامش هذه الفعاليات الرسمية التي تحدثنا عنها فيما يتعلق بالمشاركة الرئاسية لمصر ستكون هناك لقاءات إعلامية مع عدد من شبكات التلفزيون الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة للقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند من بينهم بوتين رئيسة الوزراء البريطانية وعدد آخر من الشخصيات يبقى هذا بطبيعة الحال في إطار هذا التوجه المصري الجديد بعد 30 يونيو فكرة أن بصلة العلاقات الخارجية المصرية لا تتجه غربا فقط ولا تشير دائما إلى الولايات المتحدة فقط كما كان الحال قبل ذلك على مدى الفترة الوجيزة الماضية كان هناك توازن في علاقات مصر الخارجية كان التوجه شرقا وشمالا وجنوبا نتحدث عن تكثيف لهذه الزوايا ما بين الدوائر العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وبطبيعة الحال الأمريكية على كل الأحوال وربطا بهذه الزيارة سيتوجه وفد مكون من 24 عضوا من مجلس النواب لمرافقة رئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة لحضور فعليات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الوفد البرلماني من المتوقع أن يغادر القاهرة أيضا غدا وقد قالت داليا يوسف وكيل لجنة العلاقات الخارجية وهي إحدى النائبات المشاركات في هذا الوفد المصاحب للرئيس قالت أن هذه الزيارة هي أول مرة يزور فيها عضاء البرلمان الولايات المتحدة الأمريكية وأن هذا الوجود البرلماني هو وجود في محفل دولي شديد الأهمية كانت هناك أيضا تأكدات أن مصر تحتاج للتواصل مع العالم الخارجي وأن هذا لا يجب أن يكون فقط من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر